الشيخ ابن عثامين الله يرحمه كان يقول العلماء ثلاثة عالم سلطة وعالم أمة وعالم ملة عالم السلطة الذي يفتي بما يشتهيه الصلاة والملوك عالم الأمة الذي يفتي بما يشتهيه الناس يبي الناس تجمحها سهل لهم عالم الملة هو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق وعض السلطين هؤلاء الذين يتزلفون بالسلطين بقلب الحق يعني يذكرون أحدهم مرة أبو جعفر المنصور خليفة معروف عباسي فهذا جاءوا قابل جدا من الناس قال يا أبا جعفر قف واسمع مني فأني أعضكم معروفة شديدة وكذا قاموا الذين يمسكون الجيش والحرس قالوا دعوه 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 وزير الامراف نهاية المنكر وزير الحسبة وزير الامراف نهاية المنكر ولبسوا لباس الوزارة وخليفش علي فقالوا أبو جعفر المنصور لهذا الموقف أعينك وزير الحسبة وموافق الموافق لباس الوزارة دعوه لباس الوزارة فلما دخل أبو جعف المنصور قال أنت الذي كنت تكلم معي قال نعم قال قلت أني ظالم وكذا وهذا وشون ترضى تصير وزير عند ظالم سكت ولا كلمة قال خذوه إلى السجن أنت ما قصدت الله قوله لو أنا ظالم ما تصير وزير عندي أرشان قال خذوه إلى السجن عكسه تماما سفيان التوري أيضا مع أبو جعف المنصور إذا كنت أبو جعف المنصور استدعى سفيان التوري سفيان التوري من أئمة أتباع التابعين طقت لمام مالك والشافعي سفيان التوري دخل على أبو جعف المنصور فقام أبو جعف المنصور نزع خاتمه وقال يا أبا أبد الله خذ خاتمي هذا وأمر ونهى وعلمنا ما نجهل يعني روح هذا الخاتم دليل أننا راضي عنك وأننا نتصرف كما تشاء وأمر ونهى وعلمنا ما نجهل فسكت سفيان التوري ما تكلم ولا كلمة فقال أبو جعف المنصور ما لك قال أطلب منك ثلاثة أشياء قال ما هي قال لا تعطني شيئا قال والثانية قال دعني أذهب أمشي قال والثالثة قال لا تدعوني حتى أتيك أطنى ديني ثم أنا أعيك سكت 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 سوفيان التوري أخرج صغطبان فلما طلع سفيان التوري بعض تلاميذ الذين كانوا حاضرين قالوا يا أبا أبد الله أبو جعفر المنصور يعطيك خاتمه ويقول أمر ونهى وعلمنا ما نجهل وترفض فرصة صحح المسار قال إنه يكذب إنه يريد أن يقول أبو جعفر سوفيان التوري يعمل معي لو كان صادقا لعامل بما يعلم ثم علمناه ما يجهل إنه يكذب ورح ورجح فالأول من وعاض السلاطين أرجال بينما سوفيان التوري لا من العلماء الربانيين فهذا الوعاض السلاطين يعني اللي زينول لهم الأمور وأمورك طيبة سهد ومهود وما عندك لا الخير وكذا أبو جعفر سوفيان التوري